فبصينا في الساكشية متاع الصارة الغربية هنلاقي سيكنس كبير كبير جدا. لان عندك سيديمنتشن مستمر والجزء الهيطس او اللي فيه اه اه او عدم تنسيب مش كبير قوي يعني. فانت هتلاقي في شمال الصارة الغربية يعني كامع شمال الصارة الغربية طبعا. لان الجنوب الجنوب علشان ماي لناحية الشمال فما فيش اه بيحصل اروجن وهتلاقي في الجنوب النوبية بس يعني انت في جنوب هتلاقي لغاية هنا بس. كل ده بشمال ممكن يعني ممكن تلاقي لغاية يعني في المنطقة لغاية الوحاية مسلا قابل الوحاية بشوية كده ممكن تلاقي اللي ظهر معاك على السيرفس اصلا النوبية بس يعني حاجات لغاية ترياسة. مع شمال كده قولنا سيديمنتشنة الغربية هاي اللي فيها الايه? السيستم كامل وهي الفاماتورشن كامل نتيجة ان انت عندك عالي وعندك اه بريشر وتن بريشر عالي فقدر يحاول لك التي و سي الموجود لكيروجين الى ايه? الى يعني هادروكاربوس. فانت السيستم بتاعك في صحر الغربية برضو حاجات بتبدأ من البزمت وتخش في اه حاجات البريوزويك اللي هي اغلبها اه الساند ستونز وانتكريتة معشيل والساند ستونز بتاعها ده يعتبر ريزوفور تمام? ومن ضمنه حقول الشهيرة في ده حقل ومباركة تمام? اه الموجود برضو في الصحر الغربية هو في غرب الصحر الغربية. شمال الغرب الصحر الغربية. في الجيوراسيك هتلاقي اه اه بعض الحاجات في الجيوراسيك زي العالمين تمام? عالمين دولومايت اه اه برضو من الحاجات اللي موجودة تمام? اللي هو يعتبر مش هو اللاحبين دولومايت هو محطوط ناحية اللور يعني اه موجود معاك كريزوفور تمام? ده تلاقيه في حقل العالمين وحقل الإدمة حقل رزاء كل دول بينتجوا منه. اه وطبعا الدولومايت اه يعني ايه سبب الرئيسي اللي يخل الدولومايت ينتج عن متى? الدولومايت بيتكلم يعني بيتكون من مجنزيوم كالسيوم كربونيت. بينما الكربوني أو اللايمستون بيتكون من كالسيوم كربوني فأنت عندك ماجنيزيوم هنا في الدولوميت اللي بيحصل لأغلبية الدولوميت بيتكون ناتيجة ديجينيتيك بروسيس يعني يعني عندما بعد الترسيب بيخش سوليوشنز غنية بالماجنيزيوم بتبدأ تحل محل تعمل سوليوشن وتبدأ يرصد ماجنيزيوم بس الماجنيزيوم الحجم بتاعه أصغر من حجم الكالسايت فبالتالي أو أصغر من حجم الكالسيوم فلما بيخش بيخلي بياخد حيز أنا جبت ولد صغير أعطت ما كان ولد كبير أو حد كبير في الضخم يعني فحد صغير في الحجم أعط ما كان حد كبير فسبوا روستي في النص عشان كده بيتكون معك بروستي وبرميابلتي موجودة في الدولوميت من سورس أصلا كان في الأساس يعني فالدولوميت موجود في مصر فرامين دولوميت في الأبتين الخليطة فورميشة موجودة برضو فيها سند فهي برضو أتبر فيها سورس روك سوري رزيفوار قصدي وهي بتنتج برضو من بعض الحقول في بدر الدين وفي العالمين في البحرية طبعا بحرية فورميشن ودي برضو بتنتج في أبو سندان وصارة غربية برضو في أماكن كتير وأبو رواشات طبعا أبو رواشات أقول أبو الغلدي كلها وبو سندان كلها مبنية على أبو رواشات في الآخر هايدروكاربون كاريزيوبي الجزء اللي احنا قلنا عليه ده لو كبرناه شوية ده المين ريزيفوارز اللي موجودة عندنا في الصحرة الغربية أغلبها موجود في الجزء بتاع الكيريتشيس وبالذات هتلاقي هتلاقي الجزء الخاص بأبو رواشات وبحرية وخريطة أغلبها كلاستيكس حاليا بدأ يحصل إنتاج شوية من أبو رواش دي ولها كربونات نتيجة إن هي فيها فاكز بالتقنوات الحديثة بدأنا بالبرو اليمجينج نتعرف على الموجودة بدأ يحصل إنتاج منها لو بصينا على الحاجات الحمرة دي أو الدوائر الحمرة دي غاز والدوائر الخضرة دي الغازة اللي متركز تحت في الحاجات بتاعت اللقدم الحاجات بتاعت الجيروسيك تلاقي كلها غاز بينما لو نطلع فوق ليه بقى؟ لأن كلها تنزل تحت أنت كونتيننتل أكتر تأثير الكيروجين سريبي يزيد أكتر بالإضافة أن التمبراتشر نتيجة العمق الأعلى تبع التمبراتشر أعلى يعني حتى لو أنت طيب كيروجين وان وطو فالتمبراتشر أعلى ممكن تخش فيه الجاز ويندو يعني درجة الحرارة الموجودة وقصارية الكيروجين ما عدت المئة وسبعين درجة دخلت في الجاز ويندو في الكوندنسيت وفي الكوندنسيت وفي الكوندنسيت فأنت بالتالي بتبدأ تنتج غاز من هنا واغلاب عنا كوندنسيت اللي هو الغازات الأوانية مع الإسان والإسان والبروبين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر